السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير انا مريم منشطة في جمعية كان ياماكان اليوم اريد ان احكي لكم واحد الحكاية اللي ممتعة بزاف اللي اسميتها اليمامة والتعلب والمالك الحزين قلتوا مرتاحين ونبدأوا على بركة الله كان حتى كان في قديم زمان واحد المالك اللي اسميته دبشاليم كانت يعيش حياة الرفاهية وكان دائما تجلس حداه واحد الفيلسوف باش يحكي لي الحكايات وكيف العادة طلب منه باش يحكي لي حكاية جديدة الفيلسوف جوبه وقال عندي لك واحد الحكاية جديدة اللي اسميتها اليمامة والتعلب والمالك الحزين جوبه المالك وقال يلا انا كانتنا وهو يبدأ الفيلسوف تيحكي كان حتى كان ماشي بعيد من هاد الزمان واحد ليامامة عندها عشيش بناتو برصها فوق نخلا بعيدة وطويلة كل نهار تيجي تعلب لتحت الشجرة ويبدأ تهدد فيها ويقول شوفي يا اليمامة راه لا مرميتيش لي واحد من أولادك راه غادي نطلع لي كناك لك نتي وياه اليمامة المسكينة كتخلع بلا ما تفكرك ترميليه واحد من أولادتها بقيت على هاد الحال يوميا تيجي التعلب لتحت الشجرة ويهددها وترميليه وليدتها حتى عيات فكرة تاني وقالت عودة بيضات بيضة أحدين أخرين وحضن عليهم ولكن قريب تفقسوه عارفة أشنو غاديترى لهم يلا خرجوا من البيض حتى دايز المالك الحازين واحد الطائر اللي اسميته المالك الحازين دايز حتى تيسمع البكاء هز راسو النخلة وكتباليه لياماما مسكينة كتبكي بكاء شديد وهو يقول لها لياماما الغزالة علاش كتبكي وحزينة وهي تعود ليه كتليه رهنات تعلب يوميا تيجيل عندي وتيهددني وأنا كنخاف منه كرميلي هولدتي ودابها أنتك تشوف أنا عندي ببيضات وخفت لاهيري تفقصو تنيجيلي ومراه كتلي يسمع الصوت تاع الفريخات تيجي وتيهددني قل ليها أنا غادي نوريكاش غاديري هاد المرأي لجا عندك التعلب قولي ليه إلا قدرت يطلع كولني أنا ولدي حين ترى هالتعلب ما تقدرش يتسلق الأشجار الطويلة فرحات لياماما وقررت باش تدير هدك شي اللي انصحا به المالك الحزين خلاها المالك الحزين ومشى لحد البحيرة وقاد دازت يومين واتمجي التعلب كيف العادة لياماما أنا لتحت كيف العادة يلا هرمي لوليدات را تنسمعه وهي تجاوبوا لياماما قلت ليه إلا قدرت يطلع كولني أنا وياهم تفاجئ هاتفكر مع رسو هاد لهضرامة شي ديلت لياماما شكون قرها وبقى كيتحيل عليها حتى قلت ليه بلي المالك الحزين هو اللي ينصحها قال ليها صفي مشات يقلب على المالك الحزين حتى القحضة البحيرة ويقول لي السلام عليكم المالك الحزين جاوبوا المالك الحزين وقال عليك سلامة تعلب قال لي عندي لك شي أسئلة بغيت نسولهم لك السؤال الأول إلا جاك الريح من جهة ليمن فين كتر دراسك جاوبوا المالك الحزين كان ردوا لجهة ليصر قال لي هو اللي جاك الريح من ليصر قال لي كان رد راسي لجي تلي من وقال لي هو اللي جاك الريح من لفوق قال لي تنخشي راسي بين جناحي وتن تخبحت تدفوت الريح هاا ولا أيني كدكي انت أعطا pat 애 للي حكمة التي لم أعطاه الاشد وهو يقول لي هش تقدر توورني ونشوف كيف هشكة تدير يلا هو هو التخيل ها هو الريح جهة من لفوق ابلا أن يفكر هذاك المالك الحزين طبق الفكرة للي قال لي هذا كالت هادك التعلب وهو يخشي راسي بين جناحه وهو يتلاح عليه التعلب هم 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 موايما حتى تكلى تقتله وهو يقول لي هاد المرة باش تعلم انت تكون حاكيم وتعرف بعدها تنصح راسك عاد باش تمشي تنصح الاخرين وحتى الفيلسوف حتى هو من يكمل الحكاية نصح المالك وقال ليه دب انت سعادة المالك كتعيش ألف عام وكتحكم على سبعه دي المملكات وعندك الحكمة وعندك الدكاء ولكن رخصك هتوظفهم مزيان وهكو غدعيش سعيد لانت ولا الممالك ديولك قل ليه المالك عندك الحق بعض المرات ما كنفكروش مزيان خاصنا هنا نخدموه العقل ونخدموه الحكمة اللي يعطى نصيدي ربي وهكو هكا تكون حكيتنا سلات ومشات مع الواد الواد وانا بقيت مع ولداتي ولدات الجواد ودبال ولدات بتنطرح لكم واحتلتت الأسئلة على الحكاية اللي سمعته دي اليمامة والتعلب والمالك الحزين إذن نبدأ بالسؤال الأول أشنو طلب التعلب من اليمامة؟ سؤال الثاني المالك الحزين تدخل ولكن أشنو قال لي يا مامة؟ وعلاش؟ تقدرو تفكروا وتسولوا لأباء ديالكم لأخوة ديالكم وتشاركوا معنا الأجوبة ديالكم على حساب فيسبوك جمعيات كان يما كان ودبا بغيت نقطرح عليكم واحد النشاط ديال الرسم بغيتكم ترسموا لي رسم حر على الحكاية اللي عجبكم في الحكاية أو للأشخاص الرئيسية في الحكاية أو لاشنو استفتتم الحكاية وترسموه وتاخدو له صورة وتشاركوها معنا على حساب فيسبوك جمعيات كان يما كان تهلا وفروسكم نبقوا في الدار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر